على مدار 11 سنة الشعب المصري مر بالكثير من التحدي والتغلب على هذا التحدي أيما كانت الأشكال سواء في أزمات خاصة بالطاقة سواء فيما يخص أيضا ارتفاع أسعار أسعار العملة الأجنبية لكن استطاع أن يمر على هذا الأمر وبالتالي يستطيع أن يبني المستقبل الأفضل من أجل تنمية شاملة شوفي الشعب المصري طبعا هو عايش في أزمة كبيرة أزمة الأسعار وأزمة اقتصادية ولكن الشعب المصري مدرك تماما أن من كانوا يحكمونهم من 11 عام وقعدوا 70 سنة قبلها منذ تأسيس جماعة الإرهابية دول ما كانش عندهم أي قدرة على أنه يعملوا إنجاز اقتصادي هم كانوا بيشوفوا مصر سوبر ماركت كبير بمنطق التجار لكن المصريين عشان أدركوا دوت وشافوا اللي كانوا بيكلموا باسم ربنا كانوا بيفضوا اعتصامهم بالقوة كان الرئيس الإخواني المرسي اللي قبنا ضده بصورة عمل إعلان دستوري يرفض أن أحد يعترض عليه أو ينتقده ها كمة الدكتاتورية واللي بيتكلموا باسم ربنا كانوا بيتبحوا أحد المواطنين الشيعة في أبو النمرس عيانا بيانا أمام الناس كل الجرائم التي ضد الدين الإسلامي اللي هما كانوا بيتكلموا باسم الدين الإسلامي وباسم ربنا عملوها وحرقوا الكنايس وكانوا يعذبوا المصريين الشعب المصري أدرك أن دور جايين يسروا هويته جايين يبيعوا سينة ولي احترام للحدود طبعا جايين يبيعوا سينة جايين يبيعوا حلاب وشلتين جايين ينفذوا مخطط الشرق الأوسط الجديد بشكل واضح لدرجة أن رئيس الجمهورية الإخواني اللي هو كان بياخد تعليماته من جماعة الإخوان كان بيقول سلامة الخطفين والمخطفين تدخيالي شعب بهذا العمق التاريخي على مدار ألاف السنين وهذه الزاكرة القوية وهذا المجد وهذه الحضارة عنده استعداد في غفلة من الزمن إنه يضحي بلده ويضحي بحضارته ليه أم الحضارات؟ لا طبعا طيب الشعب المصري بيقول إيه؟ بيقول أنا تخلصت من حكم الإرهاب من حكم المجرمين العملاء إحنا النهاردة عندنا مسيل التنمية مهمة اللي تخلصنا من كل المشكلات دا إن إحنا أنجزنا بنية تحتية يتبقى الصناعة والزع إن يبقى عندي منتج محلي قوي أستخدمه محليا بدل ما أستورد إن نقدر أزود من الصادرات في مصر بحيث أن أنا ما اعتمدش على العملة الصعبة أعتقد إن مشروع إبدأ وأيضا المشروعات المشتركة مع الصين ومع دول أخرى في بناء مصانع وشراكات دا مهم جدا نحن نتحدث الآن وهناك نعقاد لمؤتمر مصري أوروبي حول شراكات بالزبط ما هو خلي بالك إحنا في التنمية الصناعية والزراعية مع كل الشرقاء